وبالله نستعين اليوم أيها الإخوة والأخوات أود أن أتحدث عن موضوع أعتقد أنه بالغ الأهمية في حياتنا الإيمانية في تجربة حياتنا الإيمانية مش بس بإيماننا بمسلكنا بتجربنا بالأمور التي تحصل من حولنا وحصلت بالتاريخ والأهم وهي أن أهل الشهادة الذين يقضون في سبيل هذا المبدأ الرسالي ويبذلون المهج قبل انتقالهم إلى الآخرة عند وداعهم الدنيا يرون رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نريد أن نرى هذه الفكرة على محضر كربلاء وفي مدرسة كربلاء أنتم تعرفوا أنه من البداية وقت الإجابة ينطل الإمام الحسين كما تحدثنا ذهب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي وقت اللي يعني وصلنا على كربلاء ووقعت المعركة النبي صلى الله عليه وآله كان حاضر بشكل قوي على مستويان بالمعركة بالمعركة كان حاضر بشكل قوي وعلى مستويان المستوى الأول هو وجداني طبعا يعني بعض هالأقراء مجالس العزاء ما بدي يفوت كثير بهالقصة أنه أنه هونيك كانت الزهراء وشهدت الزهراء ما بدي يفوت بهذا الجدل وكان النبي وشهد النبي شايفوه يعني اللي موجودين كمان ما بدي يفوت بهذا الجدل بس عمليا بالحقيقة أنه في وجدان أهل كربلاء أهل التضحية كان في حضور قوي في قلوب كل من كان في كربلاء مثلا بعطيكم مثال وهب طلبت منه والدته أن يذهب ليقاتل وأن في ذلك رضا بيروح وهب بيقاتل بيتعب 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 بالقتال بيرجع وهب إلى أمه هل وفيت أراضيتي يا أمه لحظ الجواب الذي تقوله أم وهب لابنها بتقوله لا ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسين طبعا هون بحب أكد على شي أنه مش الهدف أنك أنت تنقتل ما هني أصلا كانوا كلهم معتق دين لن يبقى في كربلاء أحد إلا وسيستشهد والرجل والرجل اللي ما استشهد هو أحد من اتنين إما مريض ما أضر ياتل أبدا 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 بقى قلص أو أنه بده يتراجع عن مسألة القتال والدفاع عن دين الإسلام بين يدي ابن بنت رسول الله الإمام الحسين عليه السلام لذلك بتقوله أنه حتى تقتل بين يدي الحسين بده المصير لا لك لكن هون 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 لاحظوا حضور النبي في الوجدان صلى الله عليه وآله بتقوله ارجع فقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله تنل شفاعة جد يوم القيامة هذا اللي كان عم بيوجههم هذا اللي كان عم بيحركهم أنه مش حكاية والله حور وعين ما عنده كله صحيح لكن مش هذا الآصل الآصل هو علاقة الحب بمحمد علاقة الارتباط بمحمد علاقة شفاعة محمد صلى الله على محمد وآله في وعي في نصرة في ولاء حقيقي هو المطلوب حينما يستشهد الشهيد فإذا هذا هذا مستوى من المستويات الوجدان حضور النبي في مستوى آخر سأنقل منه بعض الأمور مثلا أبو الفضل عباس عليه السلام قبل أن يترك هذه الدنيا وهو في حجر الإمام الحسين عليه السلام طبعا معروف هذه الحادثة كيف كان يكفكف جراحات العباس والحديث اللي بين بعضهم البعض وكان عطشان وكل حالة التعب وأنه رفض أن ينزل إلا أن ينزل رأسه للأرض حتى ما يتعب الإمام الحسين هو عم بيحط الرأس على حجر الإمام رأس العباس بهذه الحال الأخيرة الأخيرة أبو الفضل العباس وجهه يستبشر ويبدأ سيدي وأخي ومولاي يا حسين إن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يقرئك السلام إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبي يقرئك السلام إن مولاتي فاطمة الزهراء تقرئك السلام إن الحسن يقرئك السلام وغاب لينتقل إلى الملأ الأعلى هذا السلام هذه الرؤية هذه النظرة في أحاديث كتير من إخواننا وشهدائنا كانوا بعض الأصدقاء كانوا بعض المجاهدين ينقلوا عن المجاهدين بأنه فلان الشهيد وفلان الشهيد كيف تنفس كيف عبر عن هاك التباشير الفرح في وجهه وكيف لفظ لفظ السلام عليك سيدي ومولاي يا رسول الله في رؤية في شوفي للنبي صلى الله عليه وآله قبل اذكر الدليل الأخير محب أني شير بحادثة تحصل حتى عند اللي ثبتوا على الولايه أحد الأشخاص في قرية من قرى جبل عامل يبلغني أن أمه كانت بوقت الفقر جهل أديما أمه كانت متعلمة يعني تعلم لولاد القراءة قراءة القرآن وهي المسائل وشديدة الالتزام يعني هي علمت الناس بوقتها ما في شيء بها الضيعة على الصلاة والصوم والأحكام وقراءة القرآن لما توفيت بقول أنا كنت عند رأسها بيقول كانت تحباني تأنني يعني عم نحكي يوم عم تسمع هذا الشخص هو حدثني إلي مباشرة بيقول بلحظة أني شعرت في نسمتها وهيك مش عادي ونظرت إلى وجه والدتي وإذا هي تبتسم بتقلنا بعده بعده هاي الأحباب اجوا شرفوا شرفوا أهلا وسهلا أهلا وسهلا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا حسن السلام عليك يا حسين بعد عم تلفظ الحسين قولت بسم بسم كتير خاصة وفارقة الحياة إذن أهل تولي نعم يحضرون إن شاء الله عندهم أما الدليل الواضح علي الأكبر اللي إجا عطشان بيقول له بدي شربة ماي بيقول له ما عندي شي لشربك يا روح حلق جدك هو جدك هو الذي يسقيك فإذن الإمام الحسين عم بيأكد أنه أنت لن تموت عطشانا سيسقيك رسول الله محمد فعلا حينما ناد أباه قال له السلام عليك أبي يا حسين ها إن جدي رسول الله محمد يقرئك يقرئك السلام وقد سقاني من كأسه الأوفى شربة لن أضمأ بعدها أبدا السلام عليك يا علي الأكبر السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك مولاي وسيدي يا رسول الله وعظم الله لك الأجر بسبتك وحفيدك الإمام الحسين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله يا رسول الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله